هذه التضعيات لا يمكن أن يكون في كل مرة نتباكى على الوضع الاقتصادي ويعني نطق البكائيات على الوضع الاقتصادي ومن يدفع الضريبة في النهاية هم دائما للأجراء يعني لن نسمع بأن يستمر هذا الوضع الاقتصادي في الانهيار وأن نستمر نحن في تفعي هذه الضريبة لذلك ليست منا أن نتفاوض في كل مطالب بالمندية وعلى الحكومة أن تعيد أن تتحركات المترسين يعني لن تتوقف إلا على توقف مفاوضات جدية وعليهم أن نستفيدوا من محطات تاريخية سلطة حتى لا نعيد نفس المسار بس نعيد نفس المسار وأكثر من ذلك أن نجم الأمر فكأنش أنصحوا فكأنش رسالتي لوزير التربية والرسالة للحكومة عليكم باختصار التاريخ والذهاب إلى طرف كفوضات جدية والنظر بجدية لكل المطالب المطروحة في لويحنا المهنية والتفكيل بجدية في الارتقاء بواقع المدرسين المادي والمعنوي هؤلاء هم يعني من يحملون الأمل الأخير في البلاد هؤلاء هم الذين يحملون العبق الأكبر يظل تخليكم جميعاً عن واجباتكم وعن السحقاقات تفرض عليكم مسؤولياتكم في البلاد لذلك كما قلت إما مفاوضات جدية على طول مفاوضات جدية تنتهي إلى إيجاد حلول ضر المدرسين وأن سنعود إلى مسارة كما معاها جموه ومسارات تذهب الأبعد ليس جميع eldestعال والتسعيد هو الحل والتسعيد هو الحل لا خطوط لخبال والتسعيد هو الحل لا خطوط لخبال والتسعيد هو الحل المختصر الثالث أيضا والذي يجب أن يعيه وزير التربية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أيضا هنا هو الحديث على المدرسة العمومية والبكائيات ثم التسول من أجلها لا يمكن أن يخلي مشكلات المدرسة العمومية مشكلة الآن المدرسة العمومية أنها مدرسة أصبحت شبه ميتة وإحيائها لا يمكن أن يكون بالأمنيات الذي يتحدث على أولاد الشعب والذي يتحدث على المدرسة العمومية وهو في موقع المسؤولية عليه أن يعلم أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكنه إلا بتجميع كل موارد يعني المجموعة الوطنية من أجل هذا على الدولة أن تدفع الاستحقاقات المادية والمعنوية لإصلاح التعليم التعليم يتعملش مكتوب للبيغة والزرقة التعليم ما يتصلحش وعش التمبير يعبث بالقروض ويعبث بالهداف ويعبث بكل ما ولده وكل ما ذهب إلى وزارة التربية مليارات نسلعوا بها في اتفاقيات نافية تدفع المجموعة الوطنية تدفع فيها يعني للقلوب الدولية في شكل قروض مئات المليارات تعطعت هداف لهذه الوزارة وذهبت هبان منثورا يعني لم منذ قام منثور الفين وعشرة كنت حدث على مئات المليارات رغم ما ناشي مبالغوا ما ناشي مبالغوا مئات المليارات تعتعت في وزارة التربية وخناها قروض يعني على حساب المجموعة الوطنية والآن المدرس لا ترى منها شيئا لا ترى منها شيئا تمشي كلها يعني خلينا 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 نحوك يجي الوطن لن نسلم لكم في هذه المدرسة اللي تحبوا تتمروها بتشغيل الهش اللي تحبوا تتمروها من خلال يعني ما تقدمونه من صورة يعني فيها إذلال كبير وفيها عظم كبير لحقوق المدرسين النواب لا يمكن لهذه المدرسة أن يدرك لكم هذه المدرسة لا يمكن لهذه المدرسة أن تتقدم وتم تخلصوا بالناس حتى حين وأنتم تبتهنوا في كرامتهم وأنتم تبتهنوا في أبسط حقوقهم لا يمكن لهذه المدرسة أن تتقدم إنه برؤية واضحة متع انتداد ومتع استقرار يعني لي عن عمصر بشري ومتع تكوين يليق بالمدرسين ويأهل المدرسين ويترك ويتخلى عن الآليات البالية اللي فيها كثير من البقبيح بارسة البقبيح بارسة حديث وكان يخرج ويتحطوا في العلامة ويحطونا عن الجنة ويحطونا على مدينة أفلاطون وكان يخرج متع التخطيط واللي مسميه آلة الزرقوري متع وزارة التربية تقول عنا المدرسة الدنمركية أو عنا المدرسة الفنلندية ولكننا للأسف الشديد يعني نعيش في مدرسة يعني أشبه بالخراب والانقطاع المدرسي والعنف المستشري في المؤسسة التربوية سببه هذه المدرسة وسببه هذا النظام التربوي الفاشلي والبعث فكاليش المدرسين وهو ما ينابلوا من أجل حقوقهم ما هماش يخليوا لكم هذه المدرسة تعرفوا بها كما تحقوا الرسالة المختصرة الأخيرة وهي موجهة إلى الحكومة وموجهة إلى رسالة لرئاسة الجمهورية إذا كنتم تعتقدون أننا سندفع مرة أخرى ضريبة النهب وضريبة السابقة وضريبة إفساد كل شيء في البلاد فأعتقدوا أنكم محتاجون لمراجعات كثيرة أبناء شعبنا يتطلع إلى عدالة اجتماعية يتطلع إلى عدالة يرى فيها حقوق تتحقق يرى فيها نفسه مواطن عنده كافة الحقوق ويمعم خلالات بلاده أما أن نناديه ونتباكى أمامه من أجل أن يقبل وأن نقبل أن نكون الأرضية أو الحل مرة أخرى لهذه المشكلات الاجتماعية فحاليا برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية أن تغير سياساتها الاجتماعية تجاه العمال وتجاه الأجراء واحدة وحده الحوار وحده الحوار الجماعي الحقيقي وحده الاجتماعي الحقيقي وحده الاعتراف والتعامل معه هو جماهيرية اسم الاتحاد هي الوحيدة الكثيرة بتحقيق الاستقرار الجماعي غير ذلك غير ذلك غير ذلك لن نقبل أن نكون الأبناء الصغار أبونا الكبير اللي يكون لقبله هذا غير والد لدى قطاع التعليم الثانوي قطاع التعليم الثانوي يعتبر أن الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية والزيادات في أجورنا لتعويض عن تدهون قدرة الجرائية حقاً وموش مزيئة من حتى حد نتحاد مستقل والقواع نتحاد مستقل نتحاد مستقل خليني نزينا نعمك الرسالة يا زب نتحاد مستقل نتحاد مستقل نتحاد مستقل لم نقبل اي مساومات او توفقات على حساب الشغلين والعمال وعلى حساب المدرسي الرسالة الاخيرة والمختصرة ايضا وهي لكم كنا دائما نؤمن بان هذا القطاع في داخله وحدة وفي داخله صراع ولكن بعد الصراع ايضا هناك وحدة لا خيار لكم ولا خيار لنا الا ان نبقى موحدين وان نتحرك موحدين هذا هو لن يمنعنا ولا يجب ان يمنعنا لانا نختلفوا ونتلوش عليهم ولكن حينما يعني تقرر هذه الادارية قيادة القطاع المناظرة قيادة القطاع الصلبة قيادة القطاع المتخضة تقرر ان تتحرك على الجميع ان يتحرك معهم هذه هي ميزة قطاع التعليم الثانوي يعني هي البدايات واعتقد ان هذه البدايات مؤشرا ايجابي رغم كل المحاولات اللي عملتها وزارة الدردية واعتبروا ان التأخير بالأجور هو صلوف غير اخلاقي لمنع المدرسين من القدوم ولكن تأكدوا ان مزيد صنافكم سيجعلهم يعني يأتون كما جاءوا سابقا واللي هي ما عندوش ذاكرة نبعثون التصاور ونبعثون الفيديوهات وعليه ان يكون على السعدات لتحمل تطيعات اي مهورات الرجلدية واي الكفاف على حقوق المدرسين عاشت واحدة المدرسين عاش قطاعكم مناظر قطاعكم يعني قوي قطاعكم لا يتنازل قطاعكم موحد عاش اتحال عبدالسين شواء نظير المال ونظير جفرة شادي شادي قطاعك 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة